ببطء وتعرجات تسير عجلة تشكيل الحكومة المقبلة في ضرب يصور على أنه آمن وبداية إصلاح لكن الوعود والصورة كما ينقلها ساسة العراق الجدد تكون بعيدة عن الواقع بمقدار البعد بين المنطق واللا منطق ومن غير المنطقي كالعادة إعادة وجوه جربت وأثبت فشلها إلى الواجهات مرة أخرى لكن المصالح الحزبية والتفاهمات الخارجية تفرض إعادتها وبحق للألغام هذا يسير عبد المهدي المكلف برئاسة الحكومة على أنقاض سابقة برئاسة العبادي ويبلغ الصراع مبلغه باتهامات توجه للأخير بوضع العصى في عجلة تشكيل الحكومة مع افتراض وجود العجلة أصلا تصارع صلاحيات وأسلوب توريث يتجلى في المشهد السياسي بالعراق فيجري لعبادي تغييرات وظيفية وهيكلة بالدوائر الحكومية ويبرم عقودا ويلغي أخرى في خطوة رأاها كثيرون أن الرجل يصر على تعيين المقربين منه في مفاصل الدولة قبل تسليم مهام رئاسة الحكومة لعبد المهدي تماما كما فعل زميله بحزب الدعوة نور المالكي عام 2014 صحيفة العرب اللندنية نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن الثغرات التي تسعى حكومة العبادي لسدها ستكون محل خلاف بسبب الشبهات التي تدور حول الأشخاص الذين تسلموها حيث ستكون مهمتهم حراسة ملفات الفساد الخطيرة التي لا يجب أن تفتح في أي زمان ومن جملة تلك الإجراءات قرار العبادي بتعين وزير النفط جبار العبي رئيسا لشركة النفط الوطنية حديثة التأسيس والتي ستتولى إدارة الثروة النفطية في البلاد ثم قرار العبي نقل ملكية شركات النفط المملوكة للدولة إلى شركة النفط الوطنية العبادي دافع عن إجراءاته بالقول إن حكومته تمتلك كل الصلاحيات الدستورية لممارسة مهامها مؤكدا أنه ماض بإجراءاته التي وصفها بالإصلاحية وأمام كلمة الإصلاح ألف علامة تعجب في المقابل حذر عبد المهدي من إبرام عقود وإجراء تغييرات وظيفية وهيكلة دوائر على نحو مخالف للقوانين النافذة كقيام بعض الوزراء بتوقيع عقود آجلة وتعينات غير أوصولية متوعدا بإلغاء أي أمر لم يجري في إطار السياقات الدستورية أو خارج مهام تصريف الأعمال حال تسلومه رئاسة الحكومة